في يأجوش ومأجوش وبنقول طبعا ان ما فيش حد من اهل الارض هيقدر يتعرض لهم اهل الارض كلهم هيفروا كل واحد يتحصن في الحصن بتاعه ولا في البيت بتاعه وهم ما حدش هينجوا من بطشهم لدرجة انهم هيقولوا خلاص احنا قضينا على اهل الارض مش نقص الى اهل السماء فيلقون بحربتهم الى السماء فتنزل ملطخة بالدماء فتنة من الله لهم طيب يشتد اذاهم ويشتد بطشهم ربنا سبحانه وتعالى يرسل عليهم دود يخرج من اعناقهم فيأكلهم ويقتلهم ما ليسه بقولك وما يعلمه جنود ربك يا الله حدش يضل عليهم ربنا هيطلع منهم اللي يقتلهم لدرجة المسلمين متحصنين في الحصن ومعهم سيدنا عيسى هم مش عارفين ايه اللي بيحصل برا فالمسلمين يتكلموا ع بعض كده وقولوا ما فيش واحد كده يضحب نفسه كده يعني يحتسب نفسه عند الله سبحانه وتعالى يخرج ويشوف لنا ايه اللي برا ده ايه اللي حصل برا ايه الموضوع تم ايه برا ففي واحد يحتسب نفسه عند ربنا سبحانه وتعالى ويظن ان هو شهيد ويخرج فيجدهم صرعا موتا فينادي يا معشر المسلمين ابشروا فان الله قد كفاكم عدوكم فيخرجون من المدائن ومن الحصون ويبدأون في انهم يمشون مرة اخرى بمواشيهم الارض كلها رائحة هنتنا منهم ومن اجسامهم فسيدنا عيسى عليه السلام يبتهل الى الله بالدعاء مع المسلمين فربنا سبحانه وتعالى يرسل طيرا كأعناق البخت يعني ليهم رؤوس طويلة زي الجمال كده والابل فيحملون اجسام يأجوج ومأجوج اللي هي الامة كلها يرمونها حيث يشاء وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يرسل المطر المطر اللي يغرق كل بيت ويغرق كل حصن ويغرق كل مكان فيغسل الله سبحانه وتعالى من اثر تلك الرائحة كل مكان حتى تصبح الارض كالمرآة ناصعة البيض وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يأزل للارض في ان تنبت مرة اخرى ويرد على الارض بركتها لدرجة ان الجماعة من الناس يأكلون رمانة واحدة فتكفيهم خد بالك انا بقولك الكلام ده ليه علشان تعرف ان ده جندي من جنود ربنا رغم وجود سيدنا عيسى سيدنا عيسى ما يقدرش عليهم لان ربنا قال له حرز بعبادي جانب التور انما من اللي قدر عليهم ربنا سبحانه وتعالى فعلشان كده درس ليه يا وليك ان كل هم عندك ربنا قدر عليه وكل كربة عندك ربنا قدر عليه وكل مصيبة عندك ربنا قدر عليها وكل ابتلاء عندك ربنا قدر عليه فقط احنا محتاجين انا وانت حسن ظن بالله محتاجين صبر محتاجين يقين انا عارف ان انا بتكلم عن حاجات صعبة بس محتاجين ندرب نفسنا عليها ومحتاج تشوف مصائب غيرك علشان تعرف ان انت في نعمة وان انت في رحمة وان انت في فضل يستوجب الشكر مش يستوجب الزعل ولا الغضب